تراشق جديد للتصريحات والتصريحات المضادة بين واشنطن وتهران أحدثها ما تمثل في خروج المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ليؤكد أنه يتعين على الولايات المتحدة التركيز على إنقاذ جيشها من فيروس كورونا بدلاً عن ترهيب الآخرين تصريحة تأتي بعد ساعات من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلالها أنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا ما أقدمت على استفزاز أي سفن أمريكية قرار ترامب جاء بعد أسبوع من تأكيد الجيش الأمريكي أن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت لمسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج والتي وصفها الجيش الأمريكي بالخطوة الخطيرة والاستفزازية من جانبه أقر الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق بأنه خاض مواجهة الأسبوع الماضي مع سفن حربية أمريكية في الخليج وفي خضم التصعيد الجديد القديم كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن رصد العديد من حالات الوفاء فضلا عن ألاف الإصابات بفيروس كرونا في صفوف الجيش الأمريكي وتكرت خلية الأزمة المشتركة في البنتاجون أن 252 مصابا في صفوف العسكريين العاملين في القوات المسلحة يطلقون العلاج في المستشفيات وأن 1595 من المصابين تمثلوا للشفاء